أعلن مصدر رفيع المستوى أن مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرما بوسالم بشكل مؤقت وذلك لحين عودة تشغيل معبر رفح البري هذا وأكد المصدر أن مصر جددت رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي موضحا أن الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسؤولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم خلال الأسابيع الثلاثة الماضية